ممكن تعرفينا بتحية دكتورة ايه هي امراض انسداد الرئة وهل هي مجموعة امراض ولا مرض واحد مرض انسداد الرئة انا مبسوطة جدا ان حضرتك دعيتني النهاردة ان احنا نتكلم عن المرض ده بذات لان المرض ده الحية مهمل بشكل ما حدش بيجيب سرته بنقصد من التدخين الى السرطان بالزبط كده ما بنعديش في النص وهو مرض الحية بيسرق العيان بيسرق المدخن اذا قلنا ان مرض استدرقاوية ده انا بعتبر المدخن عيان دكتورة قيلين على فكرة انت كلمتك دي صح يعني قلت الاول العيان انا بعتبر المدخن مريض احنا بنعتبر التدخين مرض ومرض مزمن كمان يعني مش مرض عادي ده مرض مزمن وانا المفروض لما اتعامل مع العيان بتاعي اتعامل مع المرض اللي معاه واتعامل كمان معه ان هو في مرض تاني اللي هو التدخين واعالج الاتنين ودي من وقتي ادي من وقتي لمريضي سواء انا دكتور على فكرة في اي تخصص حضرك زي ما وحنتكلم النهاردة عن اضرار التدخين هنتكلم ان ممكن مريض التدخين هيقابل كل التخصصات طبعا لا يقتصر فقط التدخين واضراره وعلى جهاز التنفسي زي ما كل الناس فكرة لا خالص ده بيأثر على كل اجهزة الجسم يا ممكن تلاقيه في عيادة الروماتيزم ممكن تلاقيه في عيادة القلب طبعا ممكن يبدأ من ممارس الحال ممكن في عيادة البطنة ممكن حاجات محددك ما تتخيلهاش ممكن اثاره على السيدات وعلى الاطفال فكل الدكاترة دكاترة الناس دكاترة اطفال كل الناس بتقابل اب مدخن حتى او ام مدخنة لازم يستقطع من وقته في الكشف ان هو يتكلم المريض عن اضرار التدخين وعن المكاسب انا مش بس على فكرة بحب الاضرار لان واضح ان على فكرة احنا بقنا سنوات بنتكلم وعلبة السجير كمان مثلا مكتوب عليها اضرار التدخين طب ما تيجي نتكلم عن المكاسب يمكن نحف الناس او نشجحهم اكتر ان هما يتدوا يقلعوا عن التدخين هتكسب ايه لما تبطى التدخين اه ما تيجي النهاردة كده معنا تجيب ورقة وتكتف فيها اضرار التدخين ايه على ايدك اليمين وايه المكاسب اللي ممكن تكسبها لو انت اقلعت عن التدخين وبروز ان كونز يعني شوف كده ايه اللي ممكن حضرتك ايه النقاط هنا اكتر ولا النقاط هنا اكتر واستمر بعد كده خد قرارك واستمر في اللي هتلاقيه مزبوط بالنسبة اكيد هيروحوا للمكاسب اكتر بطبيعة الانسانية